النبات هدا جماعة اللي احنا شايفينه للناس اللي بتعشق العصير مفيد للغاية وأول مرة في حياتي أزرعه نشوف هنا كنت عند صديق بصراحة النبات هدا موجودة جماعة من الفصيلة النجيلية أعشاب وبطلع زي الزنجبيل وزي الحبهان اللي احنا شايفينه هدا عايز أتوكه بس عشان نشوف شكله بجاله أسبوع عاملوا بالشكل اللي احنا شايفينه هدا وفي الأسبوع طلع هدول بصوا جماعة طلع الروس اللي احنا شايفينه عشان كده عايز أبدأ أفصلهم بسم الله اللي احنا شايفينه آه ما شاء الله شوف كيف جزر اللي احنا شايفينه هدا اسمه ايش ها جماعة قصب السكر القصب شايفين شايفين ما شاء الله كيف جزر هدا اسمه القصب ها جماعة شايفين لسه عاملة جزرة واحدة بس أنا عايز أفصلهم ماينفعش يفضلوا أكتر من كده بصوا شايفين شكلها اللي احنا شايفينه هده اسمه ايش قصب السكر وبيبدأ يطلع من عجنياب كنت عند صديق ولاجيت في الجنينة عنده اول مرة في حياتي ازرع الجصب جماعة كنت عند صديق ففي الجنينة عنده لاجيته بالشكل هذا عدان طويلة زي البمبو بقول له الله هده بمبو وقال لي لا هذا جصب لكنه احمر انا متعود الجصب اخضر باشربه في المعصرة رهيب طعمه ومفيد للغاية لكن لاجيته عنده وقلت له ديني شتلة رحم الديني واحدة كاملة طويلة وبالشرخ قصرناها حتك وعملناها بالشكل هذا كل واحدة بتبقى قطعة حطيتهم كلهم في العلبة المهم ان هادي بتبقى صغيرة جدا يا دوبها طالعة هنا وراسها لفوق هادي بتتحطك زي ما هي شايفين كل واحدة جديش اهي كل واحدة بنفس الشكل وبنحطهم في علبة جن بعض لغاية ما يجزروا وبعد كده بيبدأوا ايه عفواني وبعد كده بيبدأوا يجزروا ويكبروا كل واحدة منهم زي الزنجبيل والحبهان حبلها للهيل والحاجات هادي بتحطها هدول دي الوقت ليش انا فصلتهم عشان نورهم لكوا في نفس الوقت هنبدأ ايش ان انا هفصلهم كل واحدة في مكان كل واحدة من هدول جماعة بتبقى زي الغيط بقى بتطلع ولا ميت واحدة حواليها فسهل جدا وبتزرع طول السنة يا الربيع يا الخريف لكن انت لو معاك في اي وقت من العام بنجيبه من المعصرة او من صديقها قصب السكر الاحمر طعمه رهيب جدا يا جماعة طبعا في المعصرة بنعصره لكن في البيت بيتعملش بقى لما بيبقى طويل جدا ينفعيه تعمل صور كمان لانا عندي الكياب في الحديقة الخلفية ممكن تحترقه وتبوص في المستقبل فهذا اللي بجيبه وبعمله بنخليه كأنه صور والبقى بناخده وانتعارفين بقى بتشد كده الكوفر بتاعها وبالسكينة واللي جوا بتمصمص مصمص طعمه لزيز جدا وبالذات الجصب الاحمر لو جيبنا عود واحد ممكن نزرع منه يعني ميت شجرة والمية باجه شوف كل واحد من هذا هيبدأ يطلع لي روس زي هادي روس زي هادي ويتجزر بالشكل اللي احنا شايفينه قمة السهولة وطول السنة فانت بتحب العصير او عمرك ما زرعت قصب السكر جادرين نزرعه بالطريقة هادي كل واحدة شايفين عندي اكم واحدة واحدة اتنين هدول من عود واحد اكلتني منه شوية مصمصتو كده والباقي عمل معي واحد اتنين شوف هنا تلاتة هادي لسه مطلع جزر واحدة بس مطلع راس سبحان الله تلاتة وهدي ما طلعتش خالص بصوا هادي اللي بتبقى موجودة هنا بس هي ماتت وهالي الجزور اربعة خمسة وفيه تاني اه هم خمس وحدات اهي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة اذا زي ما هو العود كده بيتقس قس وبيبقى الفوق الطبيعي زي ما هو طالع رباني نجيب العود ونضربه بالشرخ اكم تكسيرة وكأنه زي ما هو كان في الارض الحتة المتقسمة ونجيب اناء زي هذا جماعة رملة ما حطتش اي حاجة غير الرملة ونحط ونحطهم جنب بعضهم شايفين كيف واسبوع زمن رش مية يومي بيبقوا بالشكل هذا هادي دلوقت هتبقى عندي حوالي خمسين واحدة جنب بعضهم زي زي الزنجبيل والهيل وهيبدأ ايكبر معانا وهذه الطريقة بالشمس بيحب يتسمدني ادي له سماد كل فترة شوية مخلفات حواليه وبيحب التربة تكون ياطينية يا رملية وبيحب المية باستمرار والمكان هوا مشمس ومفتوح احلى ميسة ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية اللي بيحب جصب السكر يزرعوا اول مرة في حياتي ازرعوا عجبني جدا وشايفين اقسم بالله جماعة عشان اكون صادق حوالي عشرة ايام اسبوع العشرة ايام بصوا كل واحدة جزرت كيف وكل هذا كان عود واحد احلى ميسة وفويض رهيبة وطعم ولا اروع وطبعا الدبان ايجي على ريحة القصب ازرعوه لو تعرفوا تجيب لك عود وتزرعوا بالشكل هذا زراعة قصب السكر لأول مرة السلام عليكم